ازايكم عاملين ايه يا ربك كونوا بخير برج السورة وقعات النص الثاني لشهر يوليو العام 2021 النص الثاني احنا عندنا استقرار يعود مرة تانية بمعنى ان انت بترجع تستقر في امورك المهنية عندك نجاحات مهمة جدا جدا عندك علوش قدر على انقاذ نفسك بمعنى اصح من الاخر كده عندك حركة انسقالية من شوية هبوط او اعان او قلق او توطر او فقدان علاقة عاطفية الى رجوع العلاقة العاطفية دي مرة اخرى على استقرار نفسي على ان انت بترجع تستقر من الناحية المهنية على انك بتتقدم من نواحي كتير على انك انت بتنقذ نفسك من مشاكل قانونية او قضائية فبتقدر ان انت تشتغل على الحلول عندك كتير اهتمامات عائلية عندك كتير تصالح واربع علاقات الجو بالنسبة لنا مناسب جدا جدا ورائع كتير لاغز الخطوات الجديدة في حياتنا النص التاني عبارة عن الاسبوع التالت مختلف تماما عن الاسبوع الرابع لان الاسبوع التالت ما هو الا تواصل لي اه تواصل جيد التواصل لي الحلول او عندك حلول اه حلول من مشاكل حلول من خلافات حلول من امور سلبية في حياتك الخروج من المشاكل بمعنى صح اما الاسبوع الرابع عندك اهتمامات عائلية عندك قوة هيلة جدا عندك نوع من انواع التميز وعندك كتير يعني في حركات جدية مهمة على ان يكون فيه ترابط عائلية او تصالح عائلية طب مبدأ ايا احنا الاجواء المهنية عاملة ازاي خلونا الاول نهتم بالامور المهنية ونتكلم بعد كده على الوضع العاطفي او الوضع العائلي بالنسبة للامور المهنية انت عندك رجوع لوضع مهني عندك ان كان فيه مشكلة مهنية او كان فيه ان انت بتخرج من مكان او انت عندك فكرة عارف لوك ان شغل انت سبته او فيه حاجة زي كده لا الشغل ده بيرجع يطلبك مرة تانية فبترجع على وضع ايجابي بترجع على مكانة بترجع على منصب كمان فيه كتير من برج السورة عنده صفر عنده حركة انتقالية من مكان لمكان وده بيكون او بيسبب مكاسب او منافع مهمة جدا جدا فيه الامور المهنية فانت عندك نجاح مهني عندك تقدم عندك رجوع لعملك عندك رجوع لعملك بشكل قوي وبشكل مميز وقادر على انك تبهر الاخرين من الناحية المهنية كمان كتير هيكون عنده مجال جديد او رجوع بشكل جديد فعندك ده جدا بالنسبة يا برج السور عندك نوع من انواع برضو الحركات المميزة اللي لها علاقة به ان انت قادر على ان انت تعمل مشروع يعني خطوة حلوة انك تعمل مشروع انك قادر على انك تعمل حاجة مهمة او تشارك حد فهيكون ده ايجابي جدا ليك للناس اللي هي بتبقى قلقانة من مشروع جديد لا فترة حلوة قوي قوي ان انت تعمل مشروع جديد الحاجة التانية ان انت عندك اه في خلال الاسبوع الرابع برضو هيكون عندك الوضع جيد جدا جدا وان انت بتندمج اكتر فيه يعني كأنك بتشتغل حاجة الاسبوع التالت نتيجتها بتكون مهمة الاسبوع الرابع وده نقطة موجودة جدا جدا عندك برضو حاجة تانية برج الاسور انت عندك فيه نتيجة نتيجة امتحان يعني لو انت عندك امر دراسي او ان انت بتحاول تكمل دراسات عليا والدراسات العليا بتاعتك دي مثلا لو ليها علاقة بامتحان يعني انا كملت الدراسات العليا بتاعتي بامتحان على فكرة دخلت امتحان قبل ما ادخل الدبلوما بقى ورسلت الماجستير والحاجات دي كلها دخلتها بامتحان في الاولة مهم فهيكون عندك نتيجة عندك رد فعل عندك ده وهيكون النتيجة بالنسبة لك مرضية جدا فاتفقله بالخير إن شاء الله عندنا وضع إيجابي بالنسبة لك برضو عندك تعرف على أشخاص مهمين عندك التعرف على حب جديد على صداقة مميزة على حد بيساعدك إنك تنتقل انتقالة مهمة على حد بيدعمك عندك إنك بتتعرف على أشخاص قويين أو متميزين أو ليهم مركز أو أصحاب مركز قادرين على إن هم يعملوا لك توفيق في أمر التوفيق بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن ربنا هو مسبب الأسباب في إنه هو يوقع لك شخص ما عنده مكانة معينة فيعرف فكرة كده الوسطى كله ماشي بسط لله يعني بسط لله سبحانه وتعالى بس في نفس الوقت ربنا كده مسبب الأسباب بيجي لك حد يوسط لك في الدنيا فعندك الشكل ده جدا يا برج السور برج السور الأمور المادية الأمور المادية عندك شكلها عامل إزاي الأمور المادية بالنسبة لك فيه وضع أمان يعني أنت عندك فيه حد بيحاول أنه ياخد حاجة من ممتلكاتك عايز تحافظ على ممتلكاتك جدا عندك حاجة لها علاقة بيه أنك بتنتقل من بيت لبيت وده بياخد منك فلوس عندك كمان أنه أنت بتحاول تحافظ على أموالك مصاريف آله مشروع أو حاجة بتكبر نفسك فيها بس في نفس الوقت أنت بتحاول أنه أنت تحافظ على الوضع المادي وممتلكاتك من سرقة من أن حد طمعان فيها بتداري بتخبي عليها فعندك ده جدا وعندك أشخاص بتدعمك وعندك انتقال والانتقال ده بيكون فيه مصاريف كتير برضو يعني بس الدنيا بالنسبة لها تبقى بشكل ميسر يعني ما فيهاش صعوبة مادية بالنسبة برضو ليه الأمور العاطفية بقى الأمور العاطفية خليني أبدأ بالمنفصلين المنفصلين بالنسبة لك أنت عندك رجوع عندك رجوع وعندك لم الشامل وعندك أنك عايز تحافظ على العيلة وتحافظ على أسرتك وتحافظ على ميتك وأولادك وتشريكتك وشريكك وشريكك فأنت أو عندنا يا برج الرجل أو مرأة عندنا حتة أن احنا بنرجع عشان نرجع الماء المجريهة ده مثلا مصر احنا بنقوله فعشان نصلح الدنيا عشان نحافظ على البيت بمعنى أصح فعندك ده جدا يا برج السور برج السور عندك اهتمامات عائلية فبس عندك الرجوع حلو بس أنا عايزة أقول حاجة اعتبروها نصيحة دايما لما تيجي ترجع ما ترجعش دايما عشان المركب تمشي وعشان نصلح والدنيا وعشان الأولاد ونيجي على نفسنا وشتغل ده لأ حاولوا دايما ان احنا لما نرجع ما عنديش منع ابدا للرجوع أنا بحبك أنا بالنسبالي على فكرة ماشي اللي تكسر بيتصلح وبيبقى أحلى بكتير إنما في ناس تقولك لا الكسر ما بيصلحش وما بيرجعش زي الأول لا اللي بتكسر وبيتصلح وبيرجع أحلى من الأول ما بيرجعش زي الأول آه معاك جدا بس بيرجع أحلى من الأول آه ممكن يرجع أسوأ من الأول بس على اختيارك برضو ورؤيتك للأمور ما هو مش أنت مثلا يعني وقعت قبل كده وطعه مرة تانية لما أنت عليك بأنك تعلمت وفهمت الموقف فاهميني فأنا بالنسباني بشوف كتير أن ممكن إنسان يكون غلط يصلح ويتعلم من خطأه ويبقى أحسن وأفضل وأكتر كتير من ما كنت تتوقع يعني من ناحية أنه يكون إيجابي أحسن فعندنا النقطة دي وعايزكم تكونوا مقتنعين بيها يعني ما بلاش سوق الظن لا خلينا دايما عندنا حسن الظن طيب بالنسبة برضو لحاجة تانية ده بالنسبة للرجوع أما بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين عندنا حب جديد بقى وارتباط والكلام الحلو ده وعندنا معجبين كتير وعندنا أن أنت بتتواصل مع أشخاص كتير وعندك صداقة من عندك أصدقاء كتير فبالتالي عندك أصدقاء كمان من الجنس الآخر وهيكون عندك حب للنفس كده وتغيير وستايل واهتمام بشكلنا ومظهرنا فده كله هيسير أو هنكون مسيرين أمام الجنس الآخر فيكون في حالة من الإعجاب القوية ولكن عليكم أنتوا أنتوا تبتعدوا عن الخجل أو تبتعدوا عن الإحراج اللي بيكون في البداية ده خليكم تعاملوا بشكل عادي جدا جدا لأن الوضع بييجي واحد الإعجاب ده بييجي واحدة واحدة عشان لما نكون عايزين يعني ما نبقاش بنقضيها كده إعجاب ونظرات لأ عايزين أن يكون في وضع كده إيجابي واضح إيه الدنيا آخرها إيه الموضوع فكده ده يكون أفضل كتير بقى عندك معجبين وعندك حب طب فيه خطوبة أو زواج خلال الفترة دي أنت بالنسبة لك فيه خطوبة أو زواج بالنسبة لك فيه خلال الأسبوع الثالث في الأسبوع الثالث فيه تواصل جيد فيه ده وبيكون أو بيتم اتفاق بيتم اتفاق في خلال الأسبوع الرابع ومعاكم الأسبوع الرابع لأول ثلاثة أسابيع من أغسطس شفتوا بغششكم إزاي بقى شهر أغسطس حاجات منه فأنت عندك فيه فيه قرار عاطفي فيه مشروع الزواج يعني فيه اتفاق في الأسبوع الثالث وفيه مشروع بقى فيه اتفاق على موعد بعد كده بيتم فعندك ده جدا فيه موعد لرجوع فيه موعد ان احنا ننهي مشاكل بالنسبة للناس المرتبطين او متجوزين انت عندك بيبي سغنان عندك مولود جديد او عندك انتقال لمنزل جديد وده بيقوي علاقتك بالشريك او بيعمل شيء جديد فيه مشاركة ما بينك وما بين الشريك اكتر اللي عندك بقى موجود وانا حبقى قوي قوي ان عندك اهتمام عائلي عاطفي يعني نقدر نقول ان الماء هترجع لمجريها من حيث الخلافات العائلية والعاطفية انهم يكونوا قريبين لبعض ايوان بالزبطة ممكن يكون فيه رفض من فرد او اتنين ولكن المعظم هيكون فيه قبول وفيه تفاهم فيه الاراء بالنسبة لك عندك سفر بالنسبة لك ان انت عندك فيه استقرار فيه رجوع فيه حب الاجواء بالنسبة لنا لطيفة جدا بتمنى كتير ان اكون فتكم بشكركم جدا جدا وبحبكم كتير بتمنى لكم فعلا فترة قادمة افضل واحسن يعفكرة حالينا متفقلين ان الفترة رجاء حلوة اوي اوي ما تنسوش لايك وشير الاشتراك في قناة تفعيل الجرس اشتركوا في القناة